السلام ورحبا بكم خلال هذه الحصة سوف نرى منصف الزاوية كحصة ثانية من هذا الدرس درس الزواية وسوف ننطلق بهذا التعريف لمنصف الزاوية حيث نقول منصف زاوية هو نصف مستقيم هو قبل كل شيء هو نصف مستقيم الذي يقصب الزاوية إلى زاويتين متقايستين حيث أن كل نقطة من منصف زاوية هي متقايست البعد عن ذلعيها هنا نستحذر تعريف الموسط العمودي لقطعة مستقيم هو مجموعة نقاط متساوية البعد عن طرفي القطعة هنا منصف الزاوية هو مجموعة النقاط المتساوية البعد عن ذلعي الزاوية أعيد منصف الزاوية هو مجموعة نقاط المتساوية البعد عن ذلعي الزاوية أستعين بهذا الرسم لدي هذه الزاوية A B A C نصف المستقيم A D هنا يقسم هذه الزاوية إلى نصفين متقايستين إلى زاويتين متقاستين الزاوية ADAC والزاوية ADAB لهما نفس الفتح وبالتالي هذه النقطة التي تنتمي ل نصف المستقيم AD منصف الزاوية تبعد نفس البعد عن ذلعي الزاوية أي أن لو نسمي هذه النقطة مثلا E البعد EH1 يساوي البعد EH2 H1 هو المسقط العمودي للنقطة E على المستقيم AB وه2 هو المسقط العمودي للنقطة E على المستقيم AC وكلاء المستقيمين هنا AD وAC هما ذلعي الزاوية سوف نعود إلى هذه الملاحظة بعد قليل نمر الآن إلى كيفية بناء منصف الزاوية كيف نبني منصف الزاوية أي البناء هنا بالبركار قبل كل شيء منصف الزاوية هو نصف مستقيم لدينا هذه الزاوية A, B, A, C ومنصف الزاوية سوف يكون نصف المستقيم A, E إذن باستعمال البركار أضع عبرة البركار على رأس الزاوية E وأرسم مع المحافظة على فتحة الزاوية هذا القوس الدائري الأول وهذا القوس الدائري الثاني أحصل على هاتين النقطتين يمكن تسميتها يمكن تسميت هاتين النقطتين مبدئيا ولكن من هنا فصاعدا ليس بالضرورة تسميتهم لدينا هنا النقطتين K و L أضع عبرة البركار على نقطة K وأقوم بهذا القوس الدائري مع المحافظة على الفتح ثم أضع عبرة البركار على نقطة L وأقوم بهذا القوس الدائري القوسين هنا يتقطعان عند النقطة E وبالتالي على ماذا سوف أحصل لدينا هذا الظلع مساوي لهذا الظلع مساوي لهذا الظلع مساوي لهذا الظلع وبالتالي هذا الرباع A, K, E, L هو معين ونعلم من خاصيات المعين أن قطره منصفات عفوا قطره هي منصفات الزوايا المتقابل وبالتالي A-E هنا هو قطر لهذا المعين A-K-E-L وهذا القطر هو منصف الزاويتين هنا منصف هذه الزاوية وأيضا منصف هذه الزاوية ولكن المهم لدينا هو هذه الزاوية هذا القطر A-E يقسم الزاوية A-B-A-C إلى زاويتين متقاستين هذه الزاوية وهذه الزاوية وبالتالي بهذه الطريقة قد قمنا ببناء منصف الزاوية A-E الذي يقسم الزاوية A-B-A-C إلى زاويتين متقاستين وهما A-B-A-E و-A-E-A-C أو B-A-E و-A-E-A-C أعيد الزاويتين هما B-A-E بثلاثة أحرف الحرف بالوسط هو قمة الزاوية والزاوية E-A-C ثلاثة أحرف A هي قمة الزاوية وبالتالي هذه هي كيفية البناء تعتمد على إحدى خاصيات المعين القطران في المعين منصفات الزاوية المتقابلة ملاحظة ذلعي الزاوية في وضعي التماس مع كل دائرة مركزها نقطة من منصف الزاوية وشعاعها بعد هذه النقطة عن ذلعي الزاوية كما قلت منذ حين كل نقطة من منصف الزاوية لدينا الزاوية هنا A-B-A-C هذه الزاوية ولدينا نصف المستقيم A-G هو منصف هذه الزاوية يقسم الزاوية A-B-A-C إلى زاويتين متقائستين وبالتالي كما قلنا في التعريف كل نقطة من منصف الزاوية متساوية البعد عن ذلعي القطع نأخذ مثلا النقطة E من منصف الزاوية لها نفس البعد عن ذلعي القطع وبالتالي E-E-2 تساوي E-E-1 كبعد وبالتالي هنا لدينا البعد E-E-1 يساوي البعد E-E-2 وبالتالي هذه الدائرة التي مركزها E وشعاعها E-E-1 أو E-E-2 هي في وضعي التماس مع الذلعين الذلع A-C والذلع A-B نفس الشيء بالنسبة للنقطة G أيضا تنتمي إلى المنصف هنا منصف الزاوية الدائرة التي مركزها G وشعاعها G-E-1 أو G-E-2 لدينا G-E-1 هي المسقط العمودي للنقطة G على A-B و G-E-2 هي المسقط العمودي للنقطة G على A-C وبالتالي هنا الدائرة هنا التي مركزها G وشعاعها G-E-1 في وضعي التماس مع ذلعي الزاوي نمر الآن إلى التطبيقات التطبيق الأول يقول ابني زاويتين A-O-B و D-C-E حيث قيس فتحة هذه الزاوية A-O-B يساوي 45 درجة وقيس فتحة هذه الزاوية D-C-E يساوي 30 درجة وبالتالي هنا نعلم أن 45 درجة هي نصف 90 درجة وبالتالي الطريق المثلة هنا نبني زاوية قائمة ثم أرسم منصف هذه الزاوية وبالتالي أمر الآن إلى الأسلاح نعلم أن الزاوية رأسها O و ذلعها O-A و O-B إذن أنت لق بهذا الزلع O-B وأبني قطعة مستقيم هنا لأرسم أو أبني منصف زاوية عفوا وأرسم الموسط العمودي لهذه القطعة هذا الموسط أسميه O-D نفس الشيء أضع عبرة البركار هنا وأقوم بالقوس الدائر هنا وأضع عبرة البركار هنا وأقوم بهذا القوس الدائر وبالتالي أمكن لي أن أرسم الموسط العمودي لهذه القطعة هذه القطعة وبالتالي هنا تحصلت على زاوية قائمة الزاوية هي O, B, O, D ثم بعدها أمر إلى بناء منصف الزاوية O, B, O, D هذا هو منصف الزاوية يقسم الزاوية إلى نصفين متقيستين إلى زاويتين متقيستين وبالتالي كيف يفيد بناء هنا بكل بساطة أضع عبرة بركار على نقطة O أرسم القوس الدائري الأول هنا عفواً أضع عبرة بركار هنا وأرسم القوس الدائري الأول هنا ثم أحافظ على الفتحة وأرسم القوس الدائري هنا ثم أعيد من جديد أضع عبرة بركار هنا وأرسم هذا القوس الدائري ثم أضع عبرة بركار هنا وأرسم هذا القوس الدائري وبالتالي هنا تحصل كما قلت مذوحين على هذا المعين والقطران هنا لهذا المعين هما منصفات الزوايا المتقابل في هذا المعين وبالتالي المنصف هنا هو نصف مستقيم هو منصف هذه الزاوية وبالتالي يقسم الزاوية إلى زاويتين متقاستين كلاهما مساوي لـ 45 درجة هذه 45 وهذه أيضا 45 هذا فيما يخص كيفية بناء زاوية قيس فتحتها 45 درجة أبني زاوية قايمة ثم أمر إلى منصف هذه الزاوية لبناء زاوية دي سي او قيس فتحتها 30 درجة أبني زاوية قيس فتحتها 60 درجة ثم أمر إلى منصف هذه الزاوية لبناء زاوية قيس فتحتها 60 درجة يوجب بناء مثلث متقايص الأذلع ليكون هذا المثلث A U C مثلث متقايص الأذلع يعني كل زاوية مساوية لـ 60 درجة هذا أول شيء الزواية الثلاثة هنا متقايصة وكلاهم مساوي لـ 60 درجة هذه المرحلة الأولى هي كيفية بناء مثلث متقايص الأذلع إذن أواصل مع هذه الزاوية التي قيس فتحتها هنا 60 درجة ثم أمر إلى بناء منصف هذه الزاوية وبالتالي أضع عبرة البركار هنا وأرسم هذا القوس الدائري وحافظ على الفتحة وأضع عبرة البركار هنا مع المحافظة للفتحة وأرسم القوس الدائري الثاني وحافظ أيضا للفتحة وأرسم القوس الدائري الثالث هنا وأضع عبرة البركار هنا وأرسم القوس الدائري الموالي وبالتالي هذه النقطة E مثلا أربط هاتين النقطتين CE CE هو منصف هذه الزاوية C-A-C-E هذه الزاوية قيس فتحتها 30 درجة وهذه الزاوية أيضا قيس فتحتها 30 درجة وبالتالي هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة والنقطة E هو المعين الذي بواسطته تمكننا من بناء منصف الزاوية وبالتالي لتعين النقطة D نقطة D هي أي نقطة من نصف المستقيم CE لتكون النقطة D هي هذه النقطة وبالتالي نصف المستقيم CD هنا هو منصف هذه الزاوية C-A-C-E وبالتالي لدينا هذه الزاوية D-C-E D-C-E هذه الزاوية قيس فتحتها 30 درجة نمر الآن إلى التطبيق الثاني حيث يقول أرسم مستقيمين دلتا ودلتا أولي كما هما مقدمان ثم ابني نقطة M متساوية البعد عن دلتا ودلتا أول وبالتالي هنا لبناء هذه النقطة وجب بناء الزاوية التي تنجم عن تقاطع المستقيمين دلتا ودلتا أول إذن تقاطع المستقيمين دلتا ودلتا أولي في النقطة A مثلا هذه الزاوية وجب بناء منصف هذه الزاوية وبالتالي كيف يبناء منصف هذه الزاوية نفس الشيء إبرة البركار على النقطة A القوس الدائري الأول ثم القوس الدائري الثاني مع المحافظة للفتحة وهنا قوس الدائري أول مع إبرة البركار هنا وقوس الدائري الثاني مع إبرة البركار هنا ثم أربطوا هاتين النقطتين رأس الزاوية A وهذه النقطة المتحصلة لي وبالتالي هنا تحصلت على زاويتين متقايستين وبالتالي رسمت منصف هذه الزاوية A-K مثلا A-K هو منصف هذه الزاوية وبالتالي أي نقطة هنا من منصف الزاوية A-K هي متساوية البعد عن دلتا ودلتا أولي من خلال التعريف لأن منصف الزاوية تعريفه هو مجموعة نقاط المتساوية البعد عن ظلعي الزاوية وبالتالي هنا دلتا هي حاملة لظلع الزاوية ودلتا هي حاملة للظلع الأول ودلتا أول حاملة للظلع الثاني وهذه الزاوية. وبالتالي البعد هنا هذه النقطة M. بعد النقطة M عن دلتا هو هذا البعد مثلا M E. E هي المسقط العمود للنقطة M على دلتا. وبعد النقطة M عن دلتا أولي هي M E أولي. E أولي هي المسقط العمود للنقطة M على دلتا أولي. وبالتالي هذا البعد M-E أولي مساوين لهذا البعد M-E لأن كل نقطة من منصف الزاوية متساوي البعد عن ذلعي الزاوي الظلع هنا هو A-E نصف المستقيم A-E يمثل الظلع الأول لهذه الزاوي وهو محمول أو ينتمي إلى المستقيم دلتا ونصف المستقيم الثاني A-E أولي هو الظلع الثاني لهذه الزاوي وهو محمول أو ينتمي للمستقيم دلتا أول بالطبع نصف المستقيم عفوا نصف المستقيم محتوى في مستقيم عفوا الانتماء نقطة تنتمي إلى مستقيم بينما الاحتواء مجموعة من النقاط محتوات في مستقيم أو مجموعة أخرى أكبر منه وبالتالي هنا نصف المستقيم A-E محتوى في المستقيم دلتا ونصف المستقيم A-E أولي محتوى في المستقيم دلتا أول وبالتالي هنا M متساوية البعد عن دلتا ودلتا أول أمر الآن إلى التطبيق الثالث حيث يقول لاحظ الرسم التالي ماذا لدينا في هذا الرسم لدينا زوايا معلومة وأخرى غير معلومة ولدينا هنا النقطة B تنتمي لمنصف هذه الزاوية لأن هنا لدينا هذه الإشارة تعني أن هذا البعد مساوي لهذا البعد البعد B-H يساوي البعد B-K ولدينا هنا علامة التعامد يعني أن K هي المسقطة العمودي لنقطة B على A-K و-H هي المسقطة العمودي لنقطة B على A-H وبالتالي هنا أكيد النقطة B تنتمي لمنصف هذه الزاوية A-K-A-H سوف نعود إلى هذا بعد قليل أنطلق مع الإجابة أليف أنقل جملة ثم أكملها الزاويتين K-A-G و-K-A-H K-A-G هي هذه الزاوية هذه الزاوية K-A-G وهذه الزاوية K-A-H وهذه الزاوية هما زاويتين متجاورتين قبل كل شيء لأنهما يشتركان في هذا الزلع A-K يتقاطعان في هذا الزلع إذن هما قبل كل شيء متجاورتين ونلاحظ أن مجموع أقسط الزاوية هنا مساوية لمائة وثمانون درجة وبالتالي هنا هما أيضا متكاملتين متجاورتين ومتكاملتين وعيد هما زاويتين متجاورتين ومتكاملتين مجاورتين لأنهما يتقاطعان في هذا الزلع A-K لديهما الزلع مشترك ومتكاملتين لأن مجموع قيسهما مساوي لمائة وثمانون درجة بأثبت أن نصف المستقيم A-B هو منصف الزاوية K-A-H كما قلت منذ حين أغير اللون هنا لتسهل عملية التعامل هنا لأكثر ولا أقل أثبت أن نصف المستقيم A-B هو منصف الزاوية K-A-H نصف المستقيم A-B هو هذا نصف المستقيم A-B كما ترون هنا كما قلت منذ حين A-H هو المسقط العمود للنقطة B على A-H وK هو المسقط العمود للنقطة B على A-K لدينا هذا البعد مساوي لهذا البعد B-K مساوي للبعد B-H وبالتالي B تنتمي لمنصف الزاوية A-H A-K وبالتالي هنا لدينا هذا قيس هذه الفتحة 2400 درجة وأيضا هذه الفتحة مساوي له 42 درجة وبالتالي استنتجنا قيس فتحة الزاوية K-A-C عفوا هنا قد بينا أن نصف المستقيم A-B هو منصف الزاوية A-B A-K A-A شعر نستنتج الآن أن قيس فتحة هذه الزاوية K-A-C من خلال أن هذه الزاوية A-G-A-H هي الزاوية منبسطة قيس فتحة هذه الزاوية يساوي 180 درجة ولدينا هذه الزاوية معلومة هذه الزاوية معلومة وهذه الزاوية معلومة وبالتالي قيس هذه الفتحة يساوي 180 درجة إلا 60 إلا 42 إلا 42 في أولا وبالتالي استنتج غيس فتحة هذه الزاوية K-A-C K-A-C كما قلت منذ حين الزاوية G-A-H هي الزاوية منبسطة تساوي 180 درجة إلا هذه الزاوية G-A-C إلا 60 درجة إلا هذه الزاوية وهي ما هي إلا 42 في 2 42 زاوية 42 وبالتالي 42 في 2 تساوي 84 وبالتالي 180 إلا 60 درجة إلا 84 درجة تساوي 36 درجة وبالتالي قيس فتحة هذه الزاوية تساوي 36 درجة وهكذا قد أنهينا مع هذا الدرس أو هذه الحسة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء تساوي 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 6 درجة شكرا للمتابعة تساوي وإلى اللقاء تساوي زاوية رقوانi تساوي تساوي ألاسي 35 درجة